المجتمع الذي نعيش فيه والتربية اللي نشأنا بيها مرات كثيرة بيفرض علينا أفكار معينة غير منطقية وغير عاقلة ولا تتفق مع الوحي المقدس في الكتاب المقدس وفي كلمة الله اللي بتكلم عن أن الإنسان أخلاقياً أدبياً روحياً أعطي الحرية أن يختار نفسه وبناء على الحرية دي هو يحصد نتائج هذه الاختيارات الإنسانية الأدبية والروحية في علاقته مع الله وفي علاقته مع البشر في هذا الزمان وبالتالي في الأبدية الأبدية اتكلمت عبد كده عن الجحيم فالجحيم مش مكان الجحيم حالة حالة عشان كده الجحيم للبشر مش متساوي الجحيم بحسب ما عشت هنا أنا بحصد هناك كماً ونوعاً زي ما اتفقنا نفس الفكرة السماء الخلود الحياة الأبدية الجنة وبالمناسبة دي نقطة مهمة قوي لو اتفقنا كانت إيه الجنة في الأول على الأرض يمكن دا يدينا دلالة وفهم عن الجنة الأبدية أو السماء والحياة الأبدية مع الله في السماء لازم نفهم أن الجنة الأولى كانت جنة مادية كانت بسموها كتاب جنة عدن وبيصف مكانها على الأرض كانت على الأرض هنا لأن آدم وحوى كانوا لحموا دم فموجودين في كيان مادي مكون من العناصر الفيزيقية والبيولوجية التي نعيش فيها والجنة دي مكان زرع الله وأغلب الظن كان ما بين النهرين في منطقة ما بالعراق هناك دا الجنة الفعلية المادية اللي عاش فيها آدم وحوى إلى أن سقط ورفضوا أن يعيشوا مع ربنا في علاقة الحب وتردوا من الجنة وموحيت الجنة وقال له بعرق وجهك تأكل خبزك وشوكاً وحسكاً تنبيت لك دا بعد بالذات لما قيين قتل أخيه هابيل إذن الجنة الأولى دي جنة مادية جنة مادية مرتبطة بأننا نعيش في لحم ودم القصة اللي سألها الفريسيين للمسيح عن المرأة اللي تزوجت ومات زوجها وطبقاً للنموس في العهد القديم الذي يبطل في العهد الجديد لأنه اتفقنا على الحكاية دي أنه يتزوجها أخوه عشان ينجيب لأخيه نسلاً مات والتالت والرابع لغاية سبعة إخوة وقالوا له في السماء لمن تكون فقال لهم أنتوا مش فاهمين كويس في السماء لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله بمعنى أن بعد انقضاء الظهر ونهاية هذا العالم والأرض دي تنحل محترقة بالنار وتزول السماوات والأرض وتوجد سماوات جديدة وأرض جديدة احنا مش هنكون لحم ودم بوليس بيقول لحماً ودماً لا يرساء ملكوت الله والمسيح بيقول يكونون كملائكة الله هتكون لنا أجساد روحية وعنعيش في سماوات روحية لأننا سنفسر الله عيناً لعين زي ما ملائكة ينظرون وجه أبيكم الذي في السماوات وهي دي جماله مجد السماء وروعة السماء أننا سنراه كما هو بكل جماله وجلاله سنكون معه كل حين ده اللحظات اللي هنا لما بنغمض عينينا وبندخل إلى محضر الله وبنتلامس مع وجوده بترتجف نفوسنا وبتفرح فرح عجيب لا ينطق به وما جيد بيقول الكتاب ده ولا حاجة لما نكون وجهاً لوجه وكل حين معه أروع ما في السماء لا أكل ولا شرب لا زواج ولا خلفة مش المتعة الجسدية ولا المتعة الروحية المتعة الجسدية مش متعة جسدية ومادية المتعة الجسدية والمادية دي ولا حاجة همام الشبع الروحي بالله السماء هي ربنا هي الله هي التواجد معاه هي الاستمتاع به وده أبدي ولا ينطق به والجحيم هو الحرمان منه والبقاء في الظلمة مع ذكريات الخطيئة البشعة التي عشنا فيها كلام يخش العقل كلام منطقي كلام يبرق الله من كل الاتهامات الباطلة التي نتهم بها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر